السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم ان شاء الله جيت و جبت لكم معي حليوة من أسهل الحلويات ومن أروع الحلويات اللي غدي نتجربه بسيطة جدا لكن رائعة مضغتي لها أكثر من رائع طريقة جدا سهلة و المكونات بسيطة و في المتناول ان شاء الله إذا جربتها كنوا متأكدين غديتنا لإعجابكم ستابعوا معي الفيديو للأخير و فرجوهم بالنسبة للمكونات سنحتاج 400 جرام من دقيق الفورث او دقيق الخاص بالحلويات 400 جرام سنحتاج 120 جرام من الزبدة من الأفضل انها تكون حيوانية ستعطيكم واحد المضاق رائع الى ما كانش ممكن تديروا زبدة العلب لكن كنفضل ان الزبدة الحيوانية في هذه الحلوة 120 جرام سنحتاج معلقة كبار من سكار غلاسي و نصف ملعقة صغيرة من الملح لا تديروا قبيصة و إنما نصف ملعقة صغيرة وهي اللي تعطيناه هذا السر لكي تجعلنا هذه الحلوة جيدة بزعف المزيج مبين دك شوية الملوحة مع الحلوة كتير رائع سنحتاج الماء الزهر لكي نجمع العجين بالنسبة لحشوة 500 جرام من الكوكاو المفثوخ و محمرة في الفران تتحمل وحدي واخد اللون موحد نحتاج صاشيات من ثقار الفاني و 100 جرام من ثقار سنيدة و تقريبا 1 ملعقة أو ملعقتين من زيت المائدة لجمع هذا الكوكاو بالنسبة لكوكاو إذا كان ميت الدم ستحتاجوا فقط ملعقة من الزيت و بالنسبة لكوكاو إذا كنتم تقليه فأنتم لا تحتاجوا الزيت نهائيا أول حاجة بالنسبة لعجين نزيد الملحة على الدقيق سنزيد السكر غلاسي بالنسبة لسكر غلاسي كيف تشوفوا معي ما كترتوش اه عطيت يعني قدرت جمع القط فقط غير باشك تعتني إذا كاللون ذهبي فاشكال طبيعي و سنزيد الزبدة يكون بدرجة حرارة المطبخ و سنحاول ندخلها في هذا الخالط أو في هذا الدقيق لاني ما نزيد مزهر حتى ندخل الزبدة مزيان في هذا الدقيق نجمع قليلا حتى نحصل على واحد العجين التي تكون واقفة بالنسبة لها العجين لا تكون خفيفة نهائيا وإنما تكون واقفة و هذه العجين تأتي بشيشة و تأتي بشيشة و تأتي بشيشة و تأتي بشيشة العجين المورقة بسبب الوقت ستصلي بشكل و إذا أيتها بشكل و هذا الحجين ليس كون خفيفة لنظبح لها و تكون وقفة وتقيلة لا تحتاج أن نضيفها لا يحتاج أن أقوم سأكل فقط 0,5 دقيقة لذلك فقط تجمع و نخليها و نترتاح نسى بلنسبة لحشوة اخذت الزبدة نضيف الكوكاو وضيفة ثقافة نضيف الزيت نضيف الكوكاو نضيف كمية كبيرة للزيت 1 ملعقة ويكون لديه كوكاو مجموعة نضيف كوكاو حتى يجب كوكاو نضيف الكوكاو نقسم على كوكاو نضيف كبيرة ونضيف الكوكاو نضيف الكوكاو نضيف الكوكاو 1 مل تقريبا لا تكون رقيقة وانما رقيقة اشتركوا في الفيديو هذا هو الصمت بالضبط لا تكون شرقيقة كثيرة من القياس نتلقى على شكل مربع ثم نحاول ندير حراب بالحشوة الكوكا حراب المتوسطين ونضعها في الطرف العجين ثم نلفي العجين نلفي العجين على الكوكا ونحاول نطوي فقط لا نطوي العجين فقط نغطي الكوكا لكي لا تدين العجين في هذه الحلوة يجب أن تكون العجينة رقيقة وتبليها تبقى العقدة كيف ستشاهدون معي وانا اختم بها ونستمر بنفس الشكل كيف ستشاهده ونضع الجانب ونضع الجانب ونبقى بحلاكة حتى نكمل العجينة ونضع العجينة ونكمل بنفس الشكل فقط مجرد ونضع أتذكر ونبقى خائفة اضغط نكهة الفاني اضغط نكهة اضغط نكهة اضغط نكهة اضغط نكهة дополн BE اضغط نجذ ايضا اضغط نكهة اضغط كوكا طيب يمكن أن تقوم بعمل حتى كو كو يعني بحال بحال حاولوا غير تقطعهم قياس واحدة لتجيكم الحلوة كلها لا تقوم بشي كبير وشي صغير نحاول عيني ميزاني ونضبط العبار ونجبهم كاملين تقدم واحدة وبالنسبة لذلك الزوائد الحلوة التي تشطلها أو التي نكون نقطع الحلوة لا نضيعهم كلهم نطيبهم والتي نكون نطيب الحلوة وما نقوم بطواجه الفرن ونطيبهم وكي يتكالوا حاجة مضع سوف نستمر بحلقة سوف نجيب الحرب الثاني لصاوب تحتوى بنفس الطريقة أو ممكن تصاوبوا الحرب التي لديكم كاملين قد تقطعوا لأنكم لا ترتحتوا والتي سهلت لكم في هذا الوقت نكون موجودة طواة الفرن ضروري تفرشوا على ورقة أو البابيك لكي لا تلصق الحلوة ونقطع ونصف الطواة بالنسبة لطيب بالنسبة لطيب ونطيب من المرحة ونطيب من المرحة من المرحة ونقوم بمساعدة من المرحة من المرحة ونطيب يجب ان تحمرها كثيرا و يجب ان تحمرها و في نص الوقت تشربتها لعجينة بيضاء كيف تشوفه معي تشيء رائع تأخذ احضر اغزال غير راقبها و يجب ان تكون خطيبا تشربه لكي تحضر الفران و لا تقسح شكل النهائي كيف تشوفوا معي حلوة رائعة مع النوب بسيطة جدا الا انها ممتازة راقية غزالة الماضاق ولا ارواع بغيتكم تجربوها على التحكمه الماضاق زوين للساف ذيك الحشوة حلوة مع ذاك لابات اللي في هذاك شوية الملوحة يعني كي يعطينا واحد توازن رائع جدا ان شاء الله اللي جربتوها ستعجبكم وكان هذا اقتراحي لكم اليوم كانت من الوصفة تعجبكم كانت من الشرح يكون واضح نقول لكم خليتكم على خير الى اللقاء